موسيقى موسيقى نحن في صالة رياضية متطورة للأطفال الرضع كما سنشاهد إنها ليست مجرد لعبة للأطفال ليما في الشهر الخامس من العمر ويمارس الرياضة يوميا في صالة رياضية في المنزل بالقرب من خيزة في إيطاليا إنه ولد قبل الموعد المحدد للولاد باحثون يعملون على مشروع أوروبي ارتطوروا هذه الصالة الرياضية لمساعدة الأطفال الخدج على تجنب المشاكل العصبية المحتملة موسيقى بشكل عام الأطفال الخدج أكثر تعرضا للإصابة بالمشاكل الذهنية فكرتنا كانت تطوير نظام ذكي لمساعدة الأطفال وأولياء أمورهم على التعامل مع هذا الوضع في المنزل أردنا أن نوفر للعوائل وسيلة للحصول على مؤشرات حول أفضل السبل لتحفيز تنمية أطفالهم من خلال اللعب ليما يمارس الرياضة بين 20 إلى 30 دقيقة يوميا إنه دليل على التطور الطبيعي ويبدو أنه يستمتع بهذه الرياضة نحن محفوظون لا توجد مشكلة خاصة تتعلق بنمو ليما على أي حال هذا النموذج يساعده على النمو بطريقة جيدة من خلال اللعب لكن أين صنعت هذه الألعاب الذكية؟ بعض منها في محضة هندسة التقنيات الطبيعة التابعة لمدرسة سانت آنا في بيزا هنا مهندسة الهندسة الطبية الحيوية أنتجوا واختبروا بعض الأنظمة المثبتة في ملعب إعادة تأهيل الذكاء هذا نقص توزيع ضغط الطفل الراضي على السجادة استجعال الحركة هذا يساعدنا على رسم خريطة توضح كيف يضغط الطفل بجازته على السجادة نحصل أيضا على معلومات عن كيفية الحركة بفضل هذه المجأسات التي وضعت حول جسمه بالنسبة إلى طريقة تعامل الطفل مع هذه الأجسام نستطيع قياسها من خلال أجهزة الاستشعار المختلفة الموجودة داخل هذه الألعاب هناك بحوث مكملة في بيئة سريرية أيضا حيث يتم تحفيز الأطفال بصريا للحصول على معلومات عن التركيز والحركة الهدف النهائي هو تطوير التقنيات أكثر كفاءة للتأهيل هؤلاء الباحثون يعتقدون أن التلف العصبي الذي قد يحدث لاحقا للمواليد الخدج ليس حتميا في حالة حصولهم على تحفيز صحيح البيئة هي أفضل دواء للدماغ خاصة خلال السابع والأشهر الأولى من حياة الطفل لأنه يتم التعوب قدرة استثنائية على التجدداتي لذلك توفير المحافزات الجيدة للأطفال الردع أمر مهم جدا ويمكن أن تحدث الفرق حقا كذلك أفضل.